ايها المتتبعون ايتها المتتبعات السلام عليكم مرحبا بكم في موضوع جديد في هذا اليوم الجديد في يوم جميل في يوم من ايام اخر الاسبوع اللي هو الجمعة اللي كانت من الجميع يعني اخر اسبوع ولا الفاندي الويكاند ولا الويكاند ولا اخر يعني اسبوع سعيد الموضوع يعني بزاف المواضيع اللي اخصت ناقش اللي كثيرة جدا وكثيرة وكثيرة والاحدث في المغرب يعني كل نهار كتزاد ولكن كيف ما كنشوفه مؤخرا في الاعلام المغربي الصحافة الصفراء ولا التليفزيون ولا الدباب الالكتروني كله مركز على الجريمة اللي وقعها اللي لا تراحها ضحيتها الفتاتين السائحتين اللي واحدة من دانمارك وتنظر واحدة من نورواج هذا قد يكبروها يعني النظام المغربي يعني كي يستفد من هذا اولا النظام المغربي كي يستفد من هذه الاحداث هذه اولا هي جريمة هي جريمة عادية كنعرفه ان الجرائم ان المغربة يمكن تسوق عنها ان المغربة كيدة دبحها يوميا ولكننا بحت موجود نحن لا تصوق عليهم نشوف داك الاخر اللي كانوا تدبحو في السلاح نشوف داك الدخيتي اللي دبحات صحبها مع التفاس أتصبح التطر يوميا كانت الدبيحة دمنا فيالمغرب بلي شي عادي يعني الخاربين يعني لللقرابين نحن عدم في المغربي عادية ويشتري في أمسكين ولكن الانتكب من هذه القادية لأنهم يجب أن يرجعون هذه القادية للإرهاب لأنهم يزرعون هذه القادية في المجتمع المغربي إرهابيون من التعاكب لأنهم يستخدمون هذه الأفكار ليس عين المغرب لأنهم يحملون هذه القادية للإرهابي لكي يحاولون أن يخلعون الناس لتخلع أن الشعب كله المغاربي يقولوا أننا مهددين من الإرهاب وهذه وهذه هذا اللي يعطي للحكومة والدولة الدكتاتورية يعطيها الفرصة فإنها تزيد يعني في القوانين وكتزيد مثلا في الضغط على الشعب كتزيد مثلا في إقرار قوانين جديدة في مثل مثلا يبقى ويشدوا أي واحد مثلا غير بتهمت أنه شي واحد رقع لي إرهابي خمز يعني الغريب في الأمر يعني في إلا جيته تشوفوا معي الإخوة والأخوات واحد القادية لكترى دائما فضل قادية ديال هذه يعني الحوادث الإرهابي الإرهابي يخلى البطاقة الوطنية دياله وبحال مثلا في مريكا في الأحداث ديال 17 سيبتونس يقولك الإرهابيين خلوا القول باسبورت ديالهم طاحوا من الطيارة من اللي ضربت الطيارة البطاق يمس باسبورت أحمل ما أحد أحد الفرانسية يقولك و تديرهم ملقوه البطاق الوطنية ديال الإرهابي يعني هذه القادية أنا لست تفهم لي بززاف يعني كيفاش أن هذا الإرهابي ليس لديه غيش الدمن لي غير بتاقيب ديال عملية إحراكات دياله غير لحيب البطاقة الوطنية يعني هذه القادية تكرر المشي مثلا غير في المشي أول مرة تكرر ولكن دائماً تعرفون ما يحاولون هنا الأنظمة مثلاً النظام ما يحاولون ما يريدون أن يأكد لكم فعلاً أن هذه اللي ارتكبوا الجريمة فعلاً هما إرهابيين يعني يعني كتعرفوا أن الإجرام في المغرب يعني في عصرنا الحاضر أن الجريمة بدأوا تعطوها مثلاً أشكال يعني هذا إرهابي هذا مجريم هذا مريض نفسي ارتكب الجريمة لأنه مريض نفسي هذا ارتكب جريمة أمير ومشد أمير ما يمكنش نحاكموه يعني حاولوا يعطوه واحد لاف فورم واحد لونون وواحد اسمية الأنواع دي الجريمة ولكن غالباً هي جريمة من بعض جرائم اللي المغاربة لا تيهدروش عليها بزاف وهي الجريمة اللي ارتكبت فحق واحد مجموعة من المغاربة الأحرار ولا مغاربة عاديين مثلاً نشوفو غير مثلاً الأخ عبد الله باها لتواحد مناقش لقاتل ديهم منطرف النظام الزيدي يعني التواحد مناقش يعني التواحد مناقش يعني القاتل ديهم ان المجتمع المغربي اللي اخرج من ديك القادية دي البركاني اوكي ذاك مور اللي يدير اللعيبة في الجعيبة اللي يحتوى مهماناً ما نهندرش في هذا الموضوع يعني خرجوا من هذه القادية يعني النظام المغربي ده بتي يحاول يعمر المغاربة يعني بشي بشي أخبار بشي حاجدة اللي خليهم ينساو أشنو طريف المغرب ولكن اللي طريف المغرب رأي خاطير جداً الخبر الأول اللي النظام المغربي انه تحاول ينشر مثلاً هاد الاخبار هاد الاخبار اللي يعني القتل والراقدي البركان وذلكشي بشي يغطيو على واحد الخبر اللي مهم جداً اللي المغاربة ما عارفينوش وهو ان محكمة النقد الفرنسية ترفض وتظلم المغرب في وقائع تنشر عامة المحكمة الفرنسية القضاء الفرنسي أعطت صرفيقة للنظام المغربي جاءت للنظام المغربي وضربوا اللي وجهة فهمتي يقول لي سير أعطيني التسع لأن النظام المغربي رفع دعوة على بعض الصحافة الفرنسية لأنها تشهروا به وشوفوا القدارة الدور المغربي تدافع على حرية الرأي وحرية التعبير وحقوق الإنسان ونايضين رافعين دعوة على الصحافة لأن صحفي ينتقد المغربي نظام المغربي يرفع عليه دعوة ولكن لا نظام المغربي والبحار والعمارات يساعدوا ولكن من نظام المغربي ينتقد السياسة في المغربي ونظام المغربي ونظام المغربي بالمحاميين وقانون يرفعوا دعوة على الكثير من أجل ونظام المغربي ونظام المغربي اللي ننسى عنه لأنه يهضر في الإعلام على الحموشية ونظام المغربي ونظام القدارة هذا النظام المغربي ما قاله؟ كيف يفكرون نظام مغربي الوزراء والحكومة والمالك وماكرون صاحبنا سنشر رفعه ودعوه على دخياتي وماكرون وفرنسا سيأتي معنا ونقرقبوه على دخياتي ولكن القداء الفرنسي لإستقلاليته واللي فعلا قداء حقيقي قال نظام مغربي سيتم تشوي الكبال لذيك القادية لماكرون صاحبي واللي نحن نتعامل مع فرنسا واللي نحن ندير وقلم مواقل القداء الفرنسي قداء مستقل القداء الفرنسي يقضي بالعدل وهذا هو الأجمل وهذا هو اللي مهم في الدول الديمقراطية يعني الاستقلالية القداء واستقلالية القداء هي اللي خلال القداء الفرنسي أنه يبرئ كل الأشخاص الذين رفع عليهم النظام المغربي دعوة على التشهير وهذا هو الخبار اللي كان في جريدة هايس بريس الناس يقول لك وانت مين تجيب منها وانا ما اجبت تجيب منها تيوكا سيدي اعتبرت محكمة النقد الفرنسية الاثنين أن دولة أجنبية وهي المغرب في هذه الحالة لا يمكنها التضلم أمام القداء الفرنسي بسبب وقائعة الشرع وبالتالي فإن شكاوي المغرب غير مقبولة أو خالية من الطابع الجدي أو لا تتضمن أي جديد ولا يمكن استئناف قرار هذه المحكمة العلية في فرنسا والقرار خاصة بالمغرب ينطبق على أي دولة أجنبية أخرى واجتماعت محكمة النقد الجمعة لبحث ثلاث مسائل ذات أولوية تتعلق بالدستورية طرحها المغرب ولم تقبل شكاوي مغربية عدة في عامي 2017 و2018 بداعي أن المملكة لا يمكن اعتبارها فرضا وبالتالي لا يمكنها أن تقوم بملاحقات بداعي التشهير وفق قانون يعود إلى 1881 وفرنسا خرجت وحد القانون في 1881 أن الدولة لا يمكنها إدعاء أشخاص لا يمكن النيظام يمشي يرفع دعوة على شخص وما هي القادرة للنيظام المغربي وشوفوا القادرة دولة كترفع دعوة على شخص ولكن فرنسا للقضاء الاستقلالي للقضاء كما أقول لكم قانون خرج 1881 أنه يمنع أنك تمشي أن الدولة ترفع دعوة على شخص يعني يمكن شخص يرفع دعوة على شخص ولكن كما هي الدولة ترفع دعوة على شخص لا شيء قانوني ومشي دستوري ومكينة لا شيء بلاس يعني يرضى التشهير العلالي الذي يرتكبه بحق أفراد واستهدفت تلك الدعوة خصوصا صحفيين فرنسيين وزكريا ممني وهو مولاكيم كان رفع دعوة في فرنسا بداعي التعذيب في قادية أثارة مشاكل ديبلوماسية بين باريس والرباط وهي هذه القادية التي كانت أن البوليس الفرنسي مشاهجم على الصفارة والقول القبض على الحموشي والدولة الكوميسيرية واستهدفت تلك الدعوة خصوصا صحفيين وللأسباب ذاتها قرر القضاء الفرنسي عدم قبول شكوى أدربجان ضد صحفيين فرنسيين كانوا وصفوا هذه الدولة بأنها ديكتاتورية وقائدها بأنها مستبت وشوفوا القادرة يعني جميع الدول ديكتاتورية كانت ترفع دعوة على صحفي صحفي امتاقد صحفي قال دولة ديكتاتورية وتصور أن القادرة دولة تشدعي صحفي لأنه قال المغرب دولة ديكتاتورية ورها ما هي حرية الرأي ما هي حرية تعبير ما هي حرية الصحافة هي تعبير على هذا الشيء ليس غير تطبل لماذا لا يمكن أن تحاكمه اللي يطبله ولا يمكن أن تحاكمه غير لأي واحد ضده لا يمكن أن تحاكمه ولا يمكن أن تطبل لي اللي يمكن أن أعطيه الويسام هذه هي التصرفات التي تقع في الدول المتخلفة ليس غير ديكتاتورية وأيدت محكمة النقد محامي الصحفيين والملاكم معتبرة أن القاديتين غير مقبولتين لأسباب إجرائية وأن آخر قاديتات أولوية للجهة الدستورية ليس جديدة ولا جدية ولا يمكن بالتالي عرضه على المجلس الدستوري وشوفوا القضاء الفرنسي يعني كيضحك كي يستهزأ من الدولة المغربية كي يقولون هذه الدعاوي ما يمكنش حتى التعرض على المجلس الدستوري يعني شيء حاجة لدير براهش يعني الدولة المغربية كالتعامل دكتسرفة ديال واعتبرت لهي القضائية العليا أنه لما جريد تفريق بين المعاملة بين الدولة الفرنسية والدول الأجنبية في النصوص المطعون فيها حيث أن القانون لا يردع إلا التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد يعني ما يمكنش مثلا دولة يدعي دولة مثلا أنا غادي نقول المغرب دولة ديكتاتورية والمغرب تيمارس القمع وتيمارس التعذيب غادي نود المغرب غادي يرفع علي دعوة وحي ستيفال لوران تيكسي محامي الملاكم القرى الذي سيصبح السابقة قدائية حيث قررت المحكمة بوضوح أنه لا يمكن لأي دولة فرنسية أو أجنبية بوصفها دولة أن ترفع دعوة مستقلة أمام المحاكم الفرنسية بداعي التشهير هنا فرنسيس دات الباب على المغرب ما يبقاش مثلا شي واحد يتجر أنه يرفع دعوة يعني دولة المغربية ترفع دعوة على شي شخص في المحاكم الفرنسية كما حي جان بيار شفالي محامي الصحفيين ما اعتبره قرار متطابقا مع قرارات سابقة للمحكمة يعزز الدفاع عن حرية تعبير وأضاف أنه بخلاف ذلك تصبح محكمة النقض الحكم المستحيل لكافة الدول التي تشعر بأنها غير محبوبة من صحفيين أشرار أي صحفي تنتقد النظام هو يعتبر من الأشرار ولأي إنسان مثلا ينتقد النظام ينتقد السياسة ينتقد الحكم ينتقد القداء ينتقد المسؤوليين يعني يعتبره من الأشرار هذا هو اللي وأجلت المحكمة إلى 12 أبريل في 2016 النظر في جوهر القادية يترى التماس من المغرب وهو التماس فرصة ضائلة بالنجاح بالنظر إلى قرارات سابقة في هذا الميناء ومازال المغرب يتشبت أنه يطلب المحكمة أنها الالتماس وتشوف القادية هذه ولكن هنا الخبر يقول لك يعني فرصة النجاح ضائلة جدا وتصوروا عباد الله تصوروا وانا تصور أحد الإنسان اللي قادي اللي في الجهاز القدائي في فرنسا تعرف ما هو المغرب تعرف أن المغرب دولة ديكتاتورية تعرف على أن المغرب دولة قمعية تعرفوا أن المغرب قتلت بن ابريكة فرنسا تعرف أن النظام المغربي يقتل عبدالله بها أما النظام المغريبي يقتل عدة أشخاص في المغرب وخارج المغرب سأل revised النظام المغريبي تسقط إليها وتصوروا معي أين أقبل إليها يقبل مرة مثلا رئيس القداء في المغرب بسميته النباوي يقدر يقبل هذا القادية ولكن إنسان في فرنسا قادي في فرنسا لا تنظر شيء يقولها وهنا يعني هذا انتصار للديمقراطية وانتصار لحرية التعبير وانتصار لحقوق الإنسان هذا هو الخبر المهم هنا واحد الخبر عاود الذي يقول لك المغرب يوجه ضربة موجعة للبوليزاريو بعد توقيع اتفاقية هما مع موريطانيا يعني ما تنعفش ما هي الضربة الموجعة اللي قد يتوجع يعني البوليزاريو حيث المغرب بدأ اتفاقية مع موريطانيا ولكن لي ما قالوا وش المغاربة أن واحد السيدة في من المشاركين في المحادثات بين المغرب والبوليزاريو أنها قدمت الاستقالة ديالها وذلك عندما توصل بعض المسؤولين الأوروبيين أنها تأخذ رشاوي من النظام المغربي يعني سيروا بحث عن هذا الخبر هناك يعني الحزب الألماني حزب ألماني وحزب فرنسي طلبوا استقالة سيدة فرنسية كانت من الفريق الذي كان يدافع على حقوق المغرب في السوق الأوروبية في معاهدة التجارة الأوروبية مع أجل المعاهدة التجارة المهم أنها قدمت الاستقالة ديالي لأنها فعلا كانت عندها علاقات مع مسؤولين مغاربة وكانت تطلقى أموال وكانت تطلقى مثلا صالير من عند النظام المغربي باش تدافع على مصالح المغرب وهي أمام طوخ دامة عندها وظيفة وهذا يتعارض مع القانون ديال هاد المؤسسة هناك يقول لكم المغرب وجع درعاء البوليزاريو كده كده ولكن هاد شعير هاد رخاوية واحد القادية لتا واحد ما هاد رعلي هاد يعني كانت منها أن مثلا الصحافة المغربية أنا أقول لكم واحد القادية عادي لت مشي تقلب الصحفة المغربية الإلكترونية ولا الجرائد ولا اسمي كده كلهم تهضروا على جوش الدريات اللي دبحوهم الإرهابيين يعني ما كينش اللي ما كي يهضرش عليهم ما كينش ولكن شي حويج لحقيقي يوم الموسى اللي كتهم المواطن المغربي يعني كتهموا كتهموا فعلا فعلا ما ترى لاتشي واحد هايا معتقل حراك الرف ينسحبون من المحاكمة يعني التواحد يعني القرر معتقل حراك الرف المتابعون أمام حكمة الإسلام بالدار البداء لانسحاب من المحاكمة التي انطلقت جلسة الإسلام وضعهم داخل القفص الزجاجي ورفض المعتقلون الجلسة التي عقدهم زي 2 وقال قائد ميسا مبحرك الريف المدان بعشرين عاما سجن النافذة في محاكمة ابتداء ناصر الزفتاوي مخاطبا حسن الطل في رئيس الجلسة قررنا مغادرة القاعة إلى حرف القفص غير الشفاف لأننا معتقل رأي ولسنا مجرمين بالفعل الأخ الزفزافي وجميع الإخوان يعني سجناء الرأي يعني هما ليسوا بمجرمين ولكن النضال المغربي تيبغي يعطيهم ديك الصيفة دي المجرمين للرأي العام باش يبقى يشوفهم كمجرمين ولكن بالعكس من اللي كتزيد مثلا كتضغط ومثلا كتزيد كتمارس يعني هاد الأنواع من الضغط على هاد على هاد المحاكمات على هاد السجناء الرأي عادي كتزيد كتعطيهم أهمية لأن الشعب المغربي أصبح يعرف أكتر النضال المغربي يعني يعرف من عدوه الشعب مغربي حاليا يعرف من هو العدو الحقيقي المغاربة يعني مشي هو زفزافي مشي هما شباب الريف مشي هما نزل الحرك ولكن يعرفون المغاربة كلهم اتفقوا على أن العدو الحقيقي المغاربة وهو النظام مغربي برئاسة محمد السادس يعني هذا الخابر هذا اللي كان من المهم كان المفروض أن الصحافة المغربية الصفراء الثفرة المغربية ولكن لكم تعرفوني أن الصحاب المغربية تتلقى يعني امتيازات يعني ذلك الإشارات وذلك شيء إلى مثلا حاولوا مثلا إدافوا على زفزافي في المقالة دينام ذلك شيء من غدال يعني الإشارات غد يمشيوا لهم وغد يتسلهم القناوات ديالهم ولكن هذا عملون غير شريف لا بالنسبة لا من طرف النظام ولا من طرف هاد الجرائد اللي كتنشر هاد الأخبار هنا واحد الخبرتي يقول لك بنك المغربية توقع وتراجع وعلموا الاقتصاد وطني خلال سنة 2019 وهنا غير كيبغو يكذبو عليكم يعني هنا تيبغو يقول للمغاربة عارتوا للمغاربة أبلا ما تطالبوا بالحرية ولا تطالبوا بمستشفيات والطالبوا بمدارس والطالبوا برفع الأجور وكذا هادي غير تيبغو يقول لكم ودي المغرب راه عيش أزماء فيمتي المغرب راه في أزماء فيمتي مغربي غير غير دخل سوق جواك كل الخبز وشرباتي ولا ألقيتش لك أنزيد عنك شي فلوس يسرق رعد الزيت باش تبقى تاكل الخبز وتغمسه في الزيت وتترب معها لا يعني تزاد عنك شي حاجة وما رأي الخبز واتي راح شي حاجة اللي بزاف عليك يعني راكي لزدي الزيت راكي تقتل الميزانيات المغرب هكذا النظام المغربي يقول للمغاربة يعني عيشوا بالخبز واتي يعني المغرب راف أزماء وأنتم أخذكم تصبروا معنا وسمعوا المغرب يقول لك يتوقع تراجع نمو قصد الوطني خلال سنة 2019 هذا خبر هنا واحد الخبر يقول لك تعال تحول 1.8 مليون يورو الى المغرب المحاربة لهجرة السرية ما هي هذه المحاربة السرية هذه الملايين كان List يدخل المغرب يدمنها النظام وللقصر يدمنها أكبر طرف تحال دبكينا 148 مليون نظام المغربي المالك والقصر سيدي 140 مليون وتبنيات الملايين سيقسمه على الوزراء وعلى البر العمانيين والبريمات والطنوبيلات وكذا وكذا ولكن العدد الكبير سيمشي للقصر نعرف هذه القضية منذ زمان طويل لأن النظام المغربي ولأن القصر يستحوذ على جميع المساعدات والكريديات التي يأتي من البنك الدولي كل شيء يستعمل وهنا هنا صندوق النقد يمنح المغربي خط سويله ب3 مليارات دولار هيا هنا هنا واحد القديم تريد أن تفهم لي المالك يبني عواصم أفريقية يبني عواصم أفريقية يبني عاصمة ويبني عاصمة يبني عاصمة تيرانات يبني مدن يبني مطار يعني المالك يبني إفريقية ولكن هنا المغربي يأتي بصندوق النقد الدولي يأتي بمعاصمة 3 مليار دولار ده بدون دولة مستقلة اقتصاديا ولا مستقلة ماديا وش مريكا انك تطلب القراض من عند البنك الدولي وش مريكا انك تطلب القراض من عند أوروبا وش مريكا انك تطلب القراض من عند شي دولة لا يعني انا هنا اقول لك يا حماق يعني المغرب تقول لك اقصد يورا بخير احنا افتقد الدول مستمر و احنا هذي و احنا هذي و احنا هذي و احنا هذي ولكن في نفس الوقت كانت تقلب عن القراض ما هي القرود ؟ هذا القرود يا إيها المغاربة هذا القرض اللي عطي loi 3 مليار دلال دولار وهذه المساعدات متران تقول له مساعدات تقول له مثلا مساعدة لين تسمع مساعدة المساعدة ولا يحزنون توجي remember 148 مليون يورو ما سيبسان مساعدة مكتب دول الأوروبي لأن مثلا هذا 148 مليون يورو ما جاي معا شي شخص رجية من الضرائب الناس في الأوروبا 148 مليون يورو رجية من اقتطاعات الضرائب من الشعب الأوروبي لذلك من المغرب سيكون مقابل مع المساعدة المقابل مع المساعدة المقابل مع المساعدة هو الاستثمار واحد القديل الذي لا تعرفه المغربة أن المغرب وافق لتدخل بحرونو بيجو بوينج يعني جميع هذه الشركات الكبرى التي تصنعها مثلا المختصة تصنعها في المغرب المغرب يعطيهم 25 سنة يعني معفية من الضرائب 25 سنة معفية من الضرائب وتصوروا المغرب يساهم في تفقير الدول الأوروبية يعني هذه المساهمة تخليها على عائلات تفقر عائلات تخرج إلى عائلات يعني هنا المغرب يساهم في هذه القادية لأن مثلا هذه الشركة مثلا رونو أو بيجو أو بقعت في المغرب قد تخلص الضرائب وهذه الضرائب يستعفد من الشعر الفرنسي ولكن من المغرب تصنع لا تخلص الضرائب لا تخلص الضرائب يعني هذه الشركة مثلا التي يساهم في المغرب ليس يربحهم غير ربع عادي ولكن واحد يربحه واحد الربح ليوصل ربعات المرات لخمسات المرات على الربح الذي يربحه في بلدهم الأصلي ولكن هذه الشركات هي عبارة على أشخاص يتمتل أشخاص هذه الشركات وهذه الأرباح يتمتل أشخاص يتمتل أشخاص الذين يسيطروا على الهرام الاقتصادي في العالم ودائما يرى أنهم يزدادون غيرا وكذلك يتفقر يتفقر شعوب والأزوات التي توقعها في فرنسا والأصل هي الاستثمارات التي تخرج من الدول الأوروبية لأن مثلا الرئيس ترامب من الليجا يقول له الهدف أنني سنقضي على استثمارات من أمريكا للخارج هذا الشيء يجب أن نفرض ضرائب كثيرة على المواد التي تصنع المواد التي تصنع أمريكية والتي تصنع في الخارج التي تحتمل أن بعض الشركات الأمريكية تتعاود الأفكار وترجع الأمريكان وتصنع عليها هنا ترامب الحملة الإشهارية لأن هذه الناس الذين هربوا والذين يخرجوا في دول أخرى غير وطنيين الذي يجب أن يزرع أمام الشعب الأمريكي لا يجب أن يتعاود لماذا سنصنع المواد؟ يجب أن يأتي فرص الشغل لأنه يستمر في الشيء أو يستمر في المغرب الذي يقتل يقتل الشعب الأمريكي ويقتل الشب المغربي يقتل الشعب الأمريكي لأنه ينقسم ليد العاملة ويقوموا للمغرب لا يخلص الضرائب وليد العاملة رخيصة هنا هي شكولة الرابحة الأصلي وهي الشركة وهي الشعوب مثلا تسمع قروض إعانات بالملاعر وكذا تدخل البلاد لا تدخل في سبيل الله وكذا هذا هو آخر خبر وهو وسمعته أن المغرب كان يطلب من أوروبا أنه يدخل قاعدة البيانات أنه يبقى يعرف مثلا تبقى تعرف على الناس في نساكنين وعيشين حسابات البنكية يعني المغرب يطلب أنه يدخل قاعدة البيانات الأوروبية وكذا يجب أن يدخل قاعدة البيانات الأوروبية لتبقى يتابع المعارضين يعني لا يتبقى أنه يتبقى المعارضين يجب أن يتبقى الناس يجب أن يتبقى في المساكنين وفي الخدامين وكذا يجب أن يتبقى وكذا يجب أن يجب أن يدخل قاعدة البيانات الأوروبية ولكن المغرب في نفس الوقت تصيد لأنه يتبقى أن يدخل قاعدة البيانات الأوروبية يجب أن يتبقى البيانات الأوروبية وهذا هو الذي خلق المشكلة في المغرب لأن بعض المحققين في فرنسا تصل على أن هناك كان فساد مالي في المغرب وكان تهريب الأموال في المغرب وكان تبييد الأموال في المغرب وكان تجارة المخدرات في المغرب من طرف ناس مسؤولين في النظام المغربي في هرم الحكم المغربي كان هناك ناس يمارسون أعمالا غير قانونية هنا في هذا الخبر يقولك أن الانتربول ستطيح برؤوس كبيرة في المغرب قريبا يعني ما هو المصدر المصدر الذي أخويا والمصدر الذي أختي هو نساطري كط 오케이 تسافينات نقول إلى الخبار المغرب دابعتي أيضا تقول كسدي أيضا تقول كسدي أيضا تقول كسدي أخبار لمتداولة أخبار لشعبوية لأن الشعب المغربي أن يخصوا بكل يسمحوا ولكن الأخبار المهمة الأخبار اللي عندها مثلاً واحد الرأي نيغاتيف على النظام المغربي ما تيذكروهاش وكيخبيوها وتيحاولوا يحيدوها كيفما تحيد الخبار اللي قلت لكم أنها واحد السيدة مثلاً خدامة في واحد الأجنس مغربية ديال اللوبي المغربي في فرنسا أنها قدمت الاستقالة علاج لأنها حصت أنها تتقادى أموالاً من النظام المغربي هذا الخبر قريته تقريباً يوم أو يومين من قبل ولكن من اللي قلبت عليه يعني مؤخراً لقيته طار ما عرفش وش نظر مغربي يخلص الجريدة باش حيضوك الخبار وش مهم شي حاجة شي حاجة باش حيضوك الخبار ولكن فعلاً كين أيها الأخوة الأخوات يعني ما بغيتش نطور عليكم وتبارك الله عليكم وإلى مداخر والسلام عليكم